بعد ما شمن هذا التقرير الجميل عن سور الصين العظيم رح ننتقل إلى المعلم وموضوعنا اليوم عن حقوقه بالذات وهل عليه واجبات مثل ما هو مطلوب منه أو هو يطالب في حقوقه وليه كي يكون المعلم قادرا على العطاء يجب أن تتوفر له سبل الراحة وأن ينال حقوقه كاملة غير منقوصة والحديث حول الموضوع وحقوق المعلمين في الكويت فيما يخص البذلات والاستحقاقات قانون حماية المعلم نرحب معنا برئيس جمعية المعلمين الأستاذ بطيع العجمي صباحك الله بالخير صباح الخير هلو أستاذ روان وصبح إليك وعلى أستاذة والسيدات المشاهدين ومشاهدات يا هلو مرحبا فيك أستاذنا في البداية هل في رأيك المعلم الكويتي فعلا ما أخذ حقوقه بالكامل في البداية الحديث عن المعلم هو أكيد حديث دون شجون اليوم أعظم مهنة هي مهنة التعليم وما نستطيع اليوم أن نقول أن المعلم أخذ جميع حقوقه ولا رح يصل المعلم إلى أخذ جميع حقوقه إلا بالإيمان الكامل بأهمية هذه المهنة اليوم إذا وصلنا إلى فهم صحيح لمهنة هذا المعلم من قبل أصحاب القرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية وأصبح هذا المعلم هو على سلم أولويات السلطتين وأصحاب القرار ما في شك أن نحن رح نتدرج إلى أخذ المعلم جميع حقوقه اليوم إلى الآن ما وصلنا إلى جميع الحقوق المطلوبة ما زال هناك الكثير من الحقوق الواجبة على الدولة وعلى المجتمع اتجاه هذا المعلم نعم مثل شنوه أستاذنا؟ أولا ينقص كثير من الحقوق للمعلمين حقوق وظيفية حقوق استقرار وظيفي مستقبل في الترقيات كثير من الأمور اللي نحتاجها للمعلم ممكن من خلال التفاصيل اللي رح نتحدث فيها بعد شوي في بعض الأمور قدمناها كجمعية معلمة الكويتية من خلال الاقتراحات بقوانين تبناها مجموعة من الأخوة الأفاضل نواب مجلس الأمة أيضا هناك بعض المطالبات عن طريق وزارة التربية بالتواصل الدائم مع العالم وزير التربية الدكتور محمد الفارس أو مع باقي القيادات التربوية نحن هذه الحقوق لابد تحتاج إلى مطالبات واستمرار في المطالبة والتواصل الدائم مع المسؤولين وأصحاب القرار حتى نصل إلى نتائج مرضية لأخواننا وأخواتنا المعلمين والمعلمات نعم نعم نتحدث عن أبرز المشاكل يواجه المعلم الآن في هذا الوقت ما في شك أبرز القضايا عندنا اليوم في الميدان التربوي وما يتعلق بقضية الوظائف الإشرافية اليوم المعلم ينتظر سنوات طويلة حتى يترقى في السلم الوظيفي وهذه الترقية هي عبارة عن طموح يطمح له كل معلم ومعلمة في الميدان التربوي وهذا الطموح هو مشروع وهو حق لكل معلم ومعلمة نعاني اليوم في الميدان التربوي من قضية الوظائف الإشرافية والتأخر في سلم الوظائف الإشرافية لسنوات طويلة قد تصل في بعض التخصصات إلى أكثر من 15 سنة حتى ينتظر المعلم هذه الترقية فيقتل الطموح يقتل الإبداع عند هذا المعلم أو هذه المعلمة اليوم اتخذت الوزارة بعض القرارات قد تكون في سبيل حل هذه المشكلة أو هذه القضية منها قرار الوزير الأخير بإحالة من خدم 34 سنة إلى التقاعد وأعتقد هذا القرار اليوم لقى أصداء إيجابية في الميدان التربوي وإحنا في جمعية المعلمين أشدنا بهذا القرار خصوصا أن هذا القرار نابع من جمعية المعلمين لما قدمناه كمقترح في التدرج في إحالة من خدم 35 سنة ثم في العام الآخر في 34 سنة وهكذا حتى يتاح المجال لتجديد الدماء وسرعة الترقي لإخواننا المعلمين والمعلمات يعني أستاذ اللي أستشفى من إيجابتك هل أنت مع القرار أن يتم إحالة من خدم 35 سنة في هذه المهنة؟ نعم نحن طبعا كجمعية المعلمين أيدنا هذا القرار نحن كنا أصحاب هذا المقترح أصلا أنت قدمت القترح كجمعية نعم من سنوات طويلة ولو عملت فيه وزارة تربية منذ ذاك الوقت لا أصبح اليوم فيه شواغر ممكن يتم ترقية المعلمين فيها ويتحرك عجلة الوظائف الإشرافية هذا الاقتراح قدمناه بـ 2006 إذا نتكلم عن 11 سنة ما تم تطبيقه إلا قبل ثلاث سنوات تقريبا تم إحالة من خدم 30 عام ثم بعد ذلك تم إحالة من خدم 34 سنة وهم هذه السنة تم إحالة من خدم 34 سنة وهذا يعطي فرصة اليوم لتجديد الدماء وليتحرك هذه العجلة الطويلة بسبب كثافة أصحاب الميدان التربوي من المعلمات وهذه الشواغر فيه من الكفاءات اليوم يعني الحديث عن موجود شواغر كثيرة في وزارة تربية ولا يوجد من يسد هذه الشواغر هذا كلام غير دقيق اليوم ولله الحمد ميداننا التربوي يزخر بكثير من الكفاءات من أبنائنا المعلمين والمعلمات اللي عندهم القدرة والاستعداد ليسد هذه الشواغر وتسد كذلك النقص في قضية الكفاءات اللي رح تطلع في التقاعد في الفترة القادمة نعم لو متطرق لقانون بشكل خاص ولا هو قانون رقم 28 لعام 2011 عشان وضح للمشاهدين هو قانون بشأن صرف الاستحقاقات للعضاء هيئة التدريس صحيح؟ لو نشوف شروطة مثلا إذا في مجال تشرح لنا هذا القانون قانون 28 عام 2011 هو قانون صدر من مجلس الأمة قبل خمس سنوات تقريبا في عام 2011 هذا القانون يعتبر إنجاز تاريخي للسلطة التشريعية في إعطاء المعلم مكانته اللي يحتاجها من الناحية المادية هذا القانون أتى بجهود كبيرة ما بين جمعية المعلمين وإخواننا في السلطة التشريعية نواب المجلس أنا ذاك هذا القانون تم تطبيقه من خمس سنوات تقريبا يتعلق ببدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية هذا القانون بعد تطبيقه من خلال خمس سنوات أحتاجنا إلى بعض التعديلات لأننا تبين من خلال التطبيق وتعنت بعض الجهات الحكومية في تفسير بعض المواد داخل القانون أحتاجنا إلى أن نعدل هذا القانون بتعديل تشريعي والله الحمد تقدمناك في جمعية المعلمين بمجموعة من التعديلات على القانون 28 ع 2011 تبناه عشرة من أخواننا النواب وكان في تسابق صراحة في التوقيع على هذه التعديلات التي قدمتها جمعية المعلمين وهذا يدل على أهمية المعلم عند أخواننا النواب ودعمهم له بكل الوسائل المتاحة لهم هذا القانون مهم جدا وأنا ممكن اليوم من خلال برنامجكم ومن خلال تلفزيون المجلس أوجه هذه الرسالة إلى أخواننا النواب سواء كانوا في اللجنة التشريعية أو في اللجنة التعليمية أو أعضاء المجلس ككل اليوم نحن محتاجين إلى هذه التعديلات وإلى سرعة البد فيها لأن اليوم عندنا مجموعة من زملائنا المعلمين وأصحاب الكفاءات ممن سيخرج في نهاية العام الدراسي الحالي فإقرار هذه البدلات في الفترة القادمة مهم جدا حتى يستفيدون من هذه البدلات في الفترة القادمة ومتروح عليهم هذه التعديلات اليوم أخذنا رسالة إيجابية من أخواننا رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية بأنهم اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى سيحيلون هذه الاقترحات بقوانين إلى اللجنة التعليمية وهذا أعتقد خطوة إيجابية جدا ومنتظر إن شاء الله أخواننا في اللجنة التعليمية رئيس وأعضاء اللجنة التعليمية اللي اليوم بادرين إلى تبني هذه المقترحات وإحالتها إلى المجلس للتصويت عليها إن شاء الله طبعاً أكيد كل شيء يصب في مصلحة المعلم وحقوقه بحيث أنه يقدر يؤدي مهنته في كل أرياحية وسهولة إحنا طبعاً معه فأكيد إحنا رح نطلع فاصل صغير أستاذنا ورد نواصل حوارنا معك عودة لكم مشاهدين وتكملها للحوار اللي بلتنا قبل البريك مع الأستاذ مطيع العدمي رئيس جمعية المعلمة الكويتية أستاذنا رد نتكلم عن نفس القانون اللي تكلمنا فيه قبل الفاصل وهو قانون 28 لعام 2011 هل تشوف يجب تعديل قليلاً على هالقانون؟ نعم إحنا تقدمنا بمجموعة من التعديلات على هالمقترح أو هذا القانون تتعلق بأربع أو خمس بنود رئيسية جداً تعديل الأول يختص بمعلم حديث التعيين في القانون الحالي بخطأ مادة تم تعيين المعلمين حديثين تخرج على المستوها وهو الخاص بخريجي شهادة الدبلوم وهذا أعتقد غير صحيح اليوم المعلم يتخرج من كليات إعداد المعلم أو الكليات الأخرى يجب أن يتعين على المستوى معلم دال وهو حملت المؤهلات الجامعية التعديل الآخر يختص في إضافة مسميات وجودها يعتبر من ضمن سلم أعضاء الهيئة التعليمية بل هؤلاء المسميات تم إجحاف حقها في هذه البدلات من خلال عدم تطبيق البدلات عليهم أو هذا القانون عليهم وهم مراقبين الشؤون التعليمية ومدراء الشؤون التعليمية ومدراء عموم المناطق التعليمية هذه الفئات تحتاج إلى إنصافها من خلال أعضاء مجلس الأمة بإدخال هذه المسميات في التشريع القادم في هذا القانون وأعتقد هذه من أبرز التعديلات التي تقدمنا فيها كذلك من ضمن التعديلات إضافة بعض البدلات إلى المادة الخامسة من القانون وهي تختص ببدل التدريس وبدل التخصص النادر ومكافأة المؤهل العلمي لحملة الماجستير والدكتوراه بحيث لا يتم أنقاص هذه البدلات أثناء الإجازات سواء كانت الإجازة الصيفية أو غيرهم الإجازات التي تأتي براتب كامل وهذا أعتقد من حقوق المعلمين اليوم بالتمتع بإجازاتهم بمرتب كامل سواء كانت إجازة صيفية أو غيرها وتمتعهم بهذه البدلات أثناء فترة الإجازة نعم جميل لنتطرق لقانون آخر تطالبون في أستاذنا وهو قانون حماية المعلم مدى أهميته؟ نعم ما في شك أن اليوم المعلم حتى نبحث عن تطوير هذا المعلم والاهتمام بمكانة المعلم لابد أن نوفر كل السبل داخل المدرسة لاستقرار المعلم استقرار وظيفي واستقرار أمني وغير من هالأمور المعلم اليوم يتعرض لكثير من الضوط من ولي الأمر من الطالب من الإدارة المدرسية من القرارات المفاجئة في بعض الأحيان هذه كلها تحتاج إلى تنظيم قانون يختص بحماية المعلم وهذا القانون ما هو جديد يعني القانون هذا يمكن تقدمنا فيه إحنا في جمعية المعلمين منذ سنوات يمكن أكثر من 15 سنة وما زال يبحث في أدراج لجان مجلس الأمة ونتمنى اليوم من خلال هذا المجلس أن يتم تبنيه بقوة من خلال نواب المجلس ودفع فيه لإقراره في القريب العاجل سأتحدث عن تفاصيل معينة في هذا القانون هو القانون حماية المعلم أول مادة فيه تتحلق بتحويل المدرسة إلى حرم مدرسي مثل الحرم الجامعي بحيث يشعر فيه المعلم بالاطمئنان وعدم دخول أي من الجهات التحقيق أو الجهات الأمنية إلى المدرسة بشكل مفاجئ ولا يكون هذا إلا بإذن من إدارة المدرسة أو بطلب من الجهات المعنية عفوا استاذ هذا كان سؤالي التالي ماذا أهمية الموضوع؟ ليش جدا تشوفون أن يتم فعلا تحويل الحرم المدرسي يشابه الحرم الجامعي أهميتها على المعلم تقصد بحد ذاته أو يمكن له تأثير بعد على الطالب؟ نعم ما في شكل لها تأثير على المعلم وعلى الطالب اليوم قدوة هذا الطالب هو هذا المعلم أو هذه المعلمة فلما يتم التعامل مع هذا المعلم أو مع هذه المعلمة بطريقة قد تكون غير لا ما في شك أن هذه النظرة الإيجابية من أبنائنا الطلبة راح تتغير بهذا الاتجاه بالإضافة إلى موضوع اللي تفضلت فيه اللي هو موضوع استقرار نفسي والوظيف داخل الحرم المدرسي بحيث تكون مدارسنا آمنة من كل الاعتداءات خاصة أن في بعض المراحل احنا نتعامل مع فئات اللي هي فئات عمرية خاصة بالمراهقة وغيرها فلذلك تحويل هذا الحرم إلى حرم مدرسي يكون فيه المعلم آمن على نفسه وعلى حتى ممتلكاته ولذلك أضفنا في هذا القانون أو في هذا المقترح أن يكون هناك صندوق مالي تتولى المنطقة التعليمية جمع الأموال فيه في تعويض المعلم أو المعلمة ما يتم من خسائر على ممتلكاتهم الخاصة في الاعتداء على ما قد يكون على مثلا سياراتهم أو غيرها من أو اعتداءهم على المعلم أو اعتداءهم شخصيا على المعلم نعم ولذلك هذه كلها حماية وفي نقطة جدا مهمة في قانون أو مقترح قانون لحماية المعلم اللي هو ما يتعلق بتقييم المعلم أو تقويم الكفاءة إحنا اليوم ما زلنا نعمل عمل كامل طول العام الدراسي ثم ينتهي ولا يعلم المعلم ولا المعلمة تقييمهم السنوي أو تقويم الكفاءة فلا يعقل اليوم أن اليوم احنا مرتبطين بترقيات ومرتبطين في عمل خاص في أبنائنا الطلبة وتعليمهم فلا بد أن يتميز المعلم المجتهد على المعلم الغير مجتهد بالإضافة إلى أن يكون هناك حافز للمعلم المجتهد في معرفة تقييم السنوي أيضا للشفافية في موضوع التعامل مع المعلمين في قضية تقويم الكفاءة اليوم نحن بحاجة فعلا من خلال هذا القانون أن يكون هذا التقويم الكفاءة معلن ويتم إبلاغ المعلم أو المعلمة بتقييمه السنوي بعد 15 يوم من هذا التقييم وهذا يكون في شفافية وعدالة وأيضا إنصاف لما قد يحصل من بعض الإدارات أو المدراء في هذا الاتجاه لكن هل فعلا يتم أخذ بعين الاعتبار بالنسبة له الموضوع الترقيات ما ترقيات وتقييم مثل ما تفضلت يعني أهمية ضرورة الاهتمام بتقييم المعلم بوجهة نظرك يأخذ هالكم من الاهتمام نعم ما في شك ولا لا يزال فيه قصور في بعض النواحي أو من بعض النواحي لا هو تقويم الكفاءة ما في شك أنه يحتاج إلى مراجعة مراجعة في كثير من البنود التي اليوم تكون مطاطة لا قد يستغلها البعض في قضية تقييم معلم أو معلمة قد يدخل فيها بعض الأهواء الشخصية ونقول قد يدخل فيها بعض الأهواء الشخصية فاليوم نحتاج إلى إعادة نظر في كل البنود في تقويم الكفاءة نحتاج إلى الشفافية ومعرفة كل معلم ومعلمة بتقييمهم السنوي لأن هذا يترتب عليه كثير من الحقوق الوظيفية والمادية للمعلم المعلم لا يتم ترقيته سواء في الوظائف الإشرافية أو حتى في الترقيات بالاختيار أو غيره إلا بحصول على درجة الامتياز كذلك لا يستحق البدلات المالية ولا الترقية في سلم الوظائف التعليمية في القانون 2018-2011 إلا بالحصول على آخر سنتين امتياز وهذا كله مترتب على تقويم الكفاءة فاليوم المعلم لا بد أن يعرف التقويم الذي حصل عليه خلال السنوات الماضية حتى يستطيع تدارك الأخطاء التي وقع فيها خلال عام الدراسي وتحفيزها من خلال تدارك هذا في العام الذي بعده دوركم أستاذ كجمعية معلمين نحن بنهاية يتكلم عن جمعية تضم تحت مظلتها جميع المعلمين هل فعلا تهتمون بقضايا المعلمين والتابعونها؟ نعم ما في شك اليوم جمعية المعلمين الكويتية هي لسان حال جميع أهل الميدان التربوي وهي الممثل الشرعي والوحيد لجميع المعلمين في داوت الكويت واللي اليوم الحمد للعالمين تحظى باهتمام هذه الجمعية من القيادة السياسية أو حتى من أصحاب القرار في السلطات التشريعية والتنفيذية أو حتى من معالي وزير التربية والأخوان القيادات التربوية في وزارة التربية ولذلك بينهم دائما تواصل في هذا الاتجاه ما يخص بقضايا المعلمين ما في شك نحن في جمعية المعلمين عندنا مكتب مخصص لقضايا المعلمين هذا المكتب هو مكتب القضايا والاستشارات يرأس أحد أعظام مجلس الإدارة يستقبل المعلمين بشكل يومي في جمعية المعلمين يتلقى منهم الشكاوي والاقتراحات والمشاكل ويسعى كذلك إلى حلها مع المسؤولين في وزارة التربية أو في المناطق التعليمية ونوفر في جمعية المعلمين أيضا مستشار قانوني حتى يوعي أخواننا وأخواتنا المعلمين والمعلمات في قضاياهم القانونية وحقوقهم وواجباتهم وهذا أيضا يحميهم بحيث إذا عرف المعلم أو المعلمة حقوقه وواجباته يعرف اللي له واللي عليه هل يلجأ لكم فعلا بعض المعلمين بدلا يتجه للقضاء أن يتجه الجمعية مباشرة ويقدم لكم القضية وأنتم تقدرون تستعول له أو يحتاج لازم يكون في طرف ثالث في هذه القضية أبدا ما في طرف ثالث إحنا بوابنا مفتوحة لكل الزملاء والزميلات في الميدان التربوي ونعلن بشكل يومي عن استقبالهم وأخواننا في مكتب القضايا والاستشارات يستقبلون بشكل يومي المعلمين والمعلمات كذلك عندنا يومين مخصصين يوم الأحد والأربعة حق المستشار القانوني وهي استشارات مجانية يقدمها لإخواننا وأخواتنا المعلمين والمعلمات وهذه كلها خدمات واجبة علينا إحنا تجاه المعلمين والمعلمات حتى يستطيع الإنسان أن يوفي أصحاب المهنة العظيمة والرسالة السامية أخواننا المعلمين والمعلمات أبسط حقوقهم في هذا الاتجاه يعني جميل أنتم توفرون يومين بالأسبوع وهو مثل ما تفضلت يوم الأحد والأربعة استشارات مجانية لجميع المعلمين والمعلمات في حال كان عنده أي تساؤل من ناحية حقوقه وواجباته يعني هي مجرد توعية أكثر للحقوق والواجبات هذا التقصد أستاذ نعم سواء توعية للحقوق والواجبات أو حتى لو صار عنده مشكلة أو قضية مع إدارة المدرسية أو مع مسؤولة ممكن يسأل هل لحق في هذه الشكوى أو ما لحق حتى نبدأ بالإجراءات التالية سواء برفع كتاب إلى المسؤول المختص أو حتى لو يحتاج أن يتجه باتجاه آخر وهي مثل ما تفضلت قد يذهب إلى المحكمة الإدارية فإذا كان لحقوق لم يأخذها من وزارة التربية جميل جميل مجهود جدا جميل منكم لو نتكلم عن وزارة التربية هل في أي نوع من أنواع التنسيق بين جمعيتكم وجمعية المعلمين ووزارة التربية نعم ما في شك أن اليوم التنسيق بين جمعية المعلمين الكويتية ووزارة التربية لا بد أن يكون تنسيق عالي جدا اليوم أصدرنا بيان قبل أسبوع نطالب بشراكة حقيقية مع وزارة التربية معنا الشراكة الحقيقية اليوم أن اليوم الذي يمثل الميدان التربوي يمثل المعلمين والمعلمات ويمثل رأيهم هي جمعية المعلمين نعم اليوم إذا أرادت وزارة التربية نجاح أي عملية أو أي قرار داخل ميدان التربوي لا بد من الرجوع إلى جمعية المعلمين واستشارتهم والأخذ برأيهم هذا الأمر يسهل كثير من القرارات التي تتخذها وزارة التربية في ما يخص المعلمين والمعلمات أو حتى أبنائنا الطلبة لأن الميدان التربوي هو ميدان واسع ويتقبل كل هذه القرارات قد يكون مرات فيه ردات فعل سلبية على بعض القرارات فلو كان هذا القرار أو هذا الرأي قبل ما يستطيع صاحب القرار أو صاحب الرأي يرجع فيه إلى من يمثل المعلمين والمعلمات صار فيه هناك تعدد الأراء والأخذ بأفضل الحلول في أي مشكلة تواجه وزارة التربية في هذا الخصوص وإحنا بصراحة وهذا نذكرها للتاريخ اليوم أبوابنا مفتوحة مع وزارة التربية مع معالي وزير التربية الدكتور محمد الفارس أو حتى وكي الوزارة أو الوكالاء المساعدين أو غيرها من المسؤولين واليوم نجد كثير من الحلول والتواصل فيما يخص قضايا المعلمين والمعلمات جميل هل شفت أي تجاوب أو شفت تفاعل من وزارة التربية خلال السنوات الماضية أنت قدمته أي نوع من أنواق الاقتراحات أو رفعت مثل ما تفضلت بعض يمكن ردود فعل سلبية لبعض المعلمين لاتجاه قرار معين وتفاعلت واستجابت لكم وزارة التربية نعم ما في شك أنه في بعض القرارات صدرت دون الرجوع لجمعية المعلمين ولذلك لقيت أصداء سلبية داخل الميدان واضطرت الوزارة بعد فترة معينة إلى إلغاء هذا القرار بعد ما أخذ سنوات من الأخذ والعطاء والجدال داخل الميدان التربوي وهذه النقطة اللي لا بد أن يعيها كل مسؤول أن اليوم كثرة الاستشارات وتوسع دائرة الاستشارة ستعطي القرار النطج الكافي لاتخاذه في صالح المعلمين أو المعلمات أو حتى لأبناءنا الطلبة صحيح طبعا كما تفضلت يمكن كل ما أكبرت دائرة الاقتراحات والاستشارات طبعا من أهل الاختصاص أكيد هذا سيصبح بالمنفع لأي جهة ثانية في الختام أستاذ مطعلوب نتكلم عن اقتراحاتكم لتحسين وضع المعلم في دولة الكويت نعم هو الاقتراحات كثيرة صراحة تقدمنا بمجموعة منها لوزير التربية السابق الدكتور بدر العيسى وعندنا إن شاء الله في الأسبوع الحالي بإذن الله تعالى اللقاء مع معالي وزير التربية الدكتور محمد الفارس لطرح كثير من القضايا التي تهم المعلمين المعلمات على رأسها قضية الوظائف الإشرافية والمشاكل التي تحدث في الاختبارات الإكترونية للوظائف الإشرافية زاء التأخر في سلمة ترقي للوظائف الإشرافية عندنا كذلك موضوع الدور الثاني وما يتعلق بتعطيل الطلبة والمعلمين بعد انتهاء الدور الأول وإجراء هذه الاختبارات بعد أسبوعين منها في مدارس مخصصة في كل منطقة تعليمية مما يعطي طبعا الريحية في هذه اللجان وأيضا يوفر على الدولة كثير من الأموال في هذا الاتجاه كذلك عندنا بعض القضايا الخاصة بالمعلمين فيما يخص إجازة المرافق المريض المعلم هو الموظف الوحيد هذه معلومة المعلم هو الموظف الوحيد في الدولة إذا طلع إجازة مرافق مريض يخصم عليه مرتين مرتين الخصم عليه هذا الخصم أثناء إجازته مرافقته للمريض في الراتب الشهري وأيضا في إجازة الصيفية في مرتبات إجازة الصيفية بس شنو السبب هذا هو المعلم أردي عندك قرار بمرافقة مريض نعم أنا بس عساس أشرح هذه القضية وهي من القضايا المؤرقة جدا للمعلمين وطرحناها على أكثر من وزير ونتمنى اليوم أن تفاعل بوجود الدكتور محمد الفارس لحل هذه القضية هذا المعلم يخصم منه أثناء سفره مع زوجته أو إخته أو ابنه أو أي أن كان من خلال الراتب الشهري وكذلك من خلال الإجازة الصيفية بسبب وجود قرار قديم جدا يمكن من حوالي أكثر من عشرين سنة وهذا القرار موجود في مجلس الخدمة المدنية ويحتاج إلى تعديل وهذا يحتاج إلى تفاعل وزارة التربية مع هذا الموضوع لإنصاف المعلمين بحيث لا يتم الخصم عليهم مرتين في إجازة مرافق المريض نعم صحي طبعا بجهودكم أستاذ مطيع أكيد بالنهاية يمكن يحتاج القانون الكثير من التعديل وأكيد الكثير من المعلمين والمعلمات لديهم هموم ويتمنى من يوصلها للمسؤولين وبجهودكم أكيد ستوصل مثل ما تفضلت المعلم بالنهاية قاعد يربي الجيل الموجودة خلف مقاعد الدراسة نتمنى لكم كل التوفيق كل شكرا لك أستاذ مطيع العجمي على تواجدك معنا رئيج جمعية المعلمين الكويتية شكرا لكم على هذه الاستطافة وعلى حسن الاستقبال حياك الله وتشرفنا دائما بي وقت يا أستاذ شكرا لكم العافية مشاهدينا نطلع فاصل ونرد نواصل فقراتنا